اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ على همية تقاسم مسئولية الوصول إلى الأمن المناخي ومواكبة جهود الحد من الانبعاثات مع الجهود العالمية جاء ذلك لدى رعاية سعادة وزير النفط والبيئة لحفل افتتاح ورشة العمل الدولية التي تحتضنها مملكة البحرين تحت شعار التحول نحو تطبيق الخطط الوطنية للتكيف ودعا سعادته الجميع لمضاعفة الجهود الدولية والوطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية واستكمال البناء على ما سبق تحقيقه من أجل تأمين مستقبل بيئي عالميا أفضل وأشاد سعادته بالمشاركة الواسعة التي شهدتها الورشة بحضور أكثر من 150 مشارك وخبير ومتحدث يمثلون أكثر من 80 دولة ما بين المشاركة الحضورية والمشاركة الافتراضية وشيرا إلى أن الورشة صلطت الضوء على تبادل المعرفة والخبرات والدروس المتسبة من صانعية السياسات والعاملين في مجال الخطط الوطنية للتكيف إضافة إلى استعراض النجاحات السابقة في مشاريع التكيف ومناقشة أفضل الممارسات في مناطق العالم المختلفة نحو التحول لتطبيق خطط التكيف وإمكانية عقد شراكات بين الدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر